جرت اليوم رسيم افتتاح مشروع ترميم وتأهل مركز بنك الدم في مستشفى ابن سيناء بالمكلة بدعم وتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة واشرف هيئة الهلال الاحمر الاماراتي حيث يقدم المركز خدماته لمحافظة حضرموز والمحافظة المجاورة تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي افتتاح بعد اعادة تأهيل وترميم وجهة الاياد البيضاء اليوم كانت صوب مركز بنك الدم او ما يعرف بمركز نقل الدم وابحاثه بمستشفى ابن سيناء بالمكلة هذا المركز الذي يقدم خدماته ليس لحضرموت فقط بل للمحافظات المجاورة ايضا كونه المركز الوحيد المتخصص في توفير كافة فصائل الدم اليوم تم افتتاح مركز بنك الدم في مستشفى ابن سيناء طبعا هذا المركز وهذا الصرح الكبير يخدم كل شرائح المجتمع اليمني ليس بس في محافظة حضرموت ولكن يتعدى هذا الى المهرة والى باقي المحافظات المجاورة طبعا بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو ورئيس الدولة وولي عهدها الامين الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وايضا متابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في الظفرة رئيس هيئة الهلال الاحمر تم توجيهنا كفريق العمل لصيانة وترميم عدة مستشفيات تم اليوم تلشينا بعمل بالمركز الوطني نقل الدم وبحاثة المسمى ببنك الدم وذلك بعد الدعم الكبير الذي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الاحمر الاماراتي وتدخلاتها في الجانب الصحي بمحافظة حضرموت بشكل عام وقد اسهم هذا الدعم في خدمة عدد من المرضى المتمثلين بمحافظات حضرموت شبه المهرة السقطرة وكذلك بعض الاخوة النازحين من بعض المحافظات مشروع اعادة تأهيل وترميم مركز بنك الدم كان على مرحلتين الاولى اعادة ترميم البنية التحتية للمركز بينما اجتملت المرحلة الثانية على توفير اجهزة ومعدات طبية حديثة مع توفير قطع غيار للاجهزة الخارجة عن العمل اسهم هذا الدعم حيث انه ادى لطفرة نوعية من حيث الانتاج يعني كنا ننتج مثلا قميات بسيطة في وقت بسيط حاليا بحكم نوفره اكثر من اجهاز وقدينانا زيارة الانتاج استفاد على كثير من المرضى كذان بتقليص في الوقت هي رسالة شكر ونشكر الامارات العربية المتحدة المتمثلة بهيئة لله الاحمر الاماراتي على الدعم السخيل مقدم لمركز بنك الدم ساحل حضرموت والذي يساهم في تسهيل خدمة المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص افتتاح هذا المركز بعد اعادة تأهيله يأتي ضمن مشاريع اخرى في القطاع الصحي قدمتها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في اطار جهود الامارات للارتقاء بالوضع الصحي نحو الافضل من تقديم الدعم الانساني الى دعم القطاعات الخدمية بحضرموت في كل مرفق للامارات بصمة كما لهم في كل قلب مكان من مركز نقل الدم وابحاثه محسن بالبحيث قناة المكلة ترجمة نانسي قنقر